حزن يخيم على مصر وبيوت عزاء تفتح أبوابها من جديد في محافظة الدقهلية غرق حافلة وفات أكثر من عشرين بينهم أطفال وإصابة آخرين في حادثة مروعة على أحد الطرق المصرية في محافظة الدقهلية وزراء يتحدثون عن التعويضات ومواقع تكتب عن سائق توك توك مسؤول عن الحدثة ولجان تابع لسيسي ونظامه تكتب نفس التعليق منذ الصباح حوادث الطرق هي قضاء وقدر تحدث في كل مكان والمسؤولية الأكبر تقع دائما على السائقين حالة حيوانية في التعامل مع أرواح المصريين فليس المهم محاسبة المسؤول أو التحقيق في الحادثة ولكن الأهم هو نفي التهمة عن النظام وعدم تحميله أي مسؤولية في أي دولة محترمة حادثة كهذه تكون كافية لاستقالة الحكومة ومحاسبة الوزير والتحقيق مع أكبر رأس في الدولة في أي دولة محترمة سيتحرك البرلمان غاضبا مسائلا الجميع سيتحدث الإعلام صارخا منددا بما جرى ولكن في مصر سيركب السيسي دراجته ويتجول في شرم الشيخ سيذيع التلفاز المصري مشاهد صاخبة من قمته الفاشلة ستتحدث أذرعه الإعلامية عن كرم الحكومة في صرف التعوضات عزاؤنا لأسر الضحايا تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين دعاؤنا لهذا الوطن أن يزيح عن كاهله هذا النظام الفاشل الذي ينفق مليارات على قصور وعواصم ومؤتمرات ولا يهتم بسلامة المواطن المصري البسيط موسيقى